السلام عليكم لماذا يجب تحريك المجال المغناطيسي أو المغناطيس؟ أو يجب تحريك الملف لكي تتولد الكهرباء في الملف؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نتعرف على عمل الجسيمات الأساسية أو كما يسمونها المادة المظلمة الجسيمات الأساسية هي أساس الكون وأساس كل شيء هي التي تجمع وتربط مكونات الذرة وهي سبب وجود الطاقات وهي الطاقات بحد ذاتها الذي يقوم بتحريك وإعطاء طاقة لمكونات الذرة هي الجسيمات الأساسية يجب أن تعلم أن الذرة لا شيء بدون وجودها في المحرك ما هو المحرك؟ المحرك هو الجسيمات الأساسية ويجب أن تعلم أن الذرة ليس لها أي شكل من أشكال الطاقة من تلقاء نفسه ولكن خصائص مكونات الذرة من حيث الكتلة والقطر تختلف عن خصائص وحجم الجسيمات الأساسية وهذا ما جعلها تتميز وتتكون نحن حاليا لسنا بصدد شرح تكوين الذرة إلا أنني سأذكر لك ما نحتاجه في هذا الشرح وجود مكونات الذرة في حقل الجسيمات الأساسية يصنع عائق أي أن الذرة تعتبر عائق في هذا الحقل يعني مكونات الذرة تصنع عائق على حركة ومسار واتجاه الجسيمات الأساسية شكل هذا العائق نحن نراه طاقة ربما يبدو هذا الشرح غريب بعض الشيء للجسيمات طاقة كونية حركة ومسار وسرعات منتظمة وعندما ننظر إلى الذرة سنجد أن حركة الجسيمات في محيط مكونات الذرة وداخل الذرة سنجد أن حركة ومسار الجسيمات مختلفة عن باقي الجسيمات التي في الخارج يعني الجسيمات تتحرك في الفضاء بشكل منتظم بالنسبة لها وتتحرك بشكل مختلف عند الذرات هذا الاختلاف بالنسبة لنا نحن البشر يعتبر طاقة تتحرك الجسيمات في مسارات معينة حول الذرة أو حول المادة ونحن نسمي هذه الحركة مجال مغناطيسي أنا لا أريد أن أتعمق في الشرح لأن ذلك يحتاج تجهيز ووقت أطول ولدي كلمة خاصة بي في نهاية الفيديو إن أحببت أن تسمعها تابع حتى النهاية الرسوم المتحركة هذه لا تعطيك كما في الحقيقة إنما تقرب لك الصورة في مخيلتك أكثر في الوقت الحالي خذ هذا الملخص مكونات الذرة دائما بحالة البحث عن التوازن والاستقرار مكونات الذرة هي لا تفهم ماذا يعني توازن أو استقرار وأساسا هي لا تريد فعل شيء ولا يمكنها فعل شيء إنما الجسيمات هي من تفعل كل شيء المجال المغناطيسي هو جسيمات أساسية تتحرك باتجاه معين فكلما حدث تغيير على مسار وطاقة الجسيمات سينتقل هذا التغيير ليصنع تغيير آخر على مكونات الذرة هناك تعادل وتوازن بين النواة والالكترونات الالكترون تحت تأثير قوة جاذبية النواة بسبب الجسيمات والالكترون نفسه يصنع طرد مركزي بسبب الجسيمات هل انتبهت؟ الجسيمات هي المسؤولة عن كل شيء فعندما نسلط من الخارج مجال مغناطيسي فإن هذا التغيير سيحدث على مكونات الذرة ويبقى هناك تعادل يعني التغيير الذي حصل عليه الالكترون هو نفسه حصلت عليه النواة ويبقى الوضع في حال التعدل ولكن فقط ركز معي قليلا عندما نسلط مجال مغناطيسي من الخارج على مكونات الذرة سيكون هناك فارق في زمن الاستجابة بين كتلة الالكترون الخفيفة وكتلة النواة الثقيلة هذا كل ما في الأمر ركز معي أي أن هناك فرق في الزمن حتى يحدث ذلك التعدل يعني عند تسليط المجال المغناطيسي سيحدث تغيير على الالكترون وسيتفاعل الالكترون مباشرة مع التغيير وأيضا النواة ستتفاعل مع التغيير ولكن ليس مباشر ستتأخر النواة زمن طويل حتى يكتمل تفاعلها مع المجال المغناطيسي الخارجي وعلى هذا الأساس سيكون الالكترون دائما سباق مع المتغيرات الخارجية ماذا يحدث للالكترون عندما يتم تسليط مجال المغناطيسي يعني ما هو الشكل التفاعل الذي سيحدثه الالكترون سيدور حول محوره بسرعة أعلى أو بنفس السرعة ولكن باتجاه مختلف وهذا سيعطيه شحن أكبر فبالتالي سيكون له قوة طرد مركزي أكبر ثم يستطيع الابتعاد مسافة أكبر باتجاه الذرة المجاورة في بعد يحدده اتجاه حركة الجسيمات أو نقول اتجاه قطبية المغناطيس فإن توقف التغيير المغناطيسي الخارجي أو ثبت ولم يتغير في شدته أو في اتجاهه سينتهي فارق الزمن بين النواة والالكترونات ويحدث تعادل من جديد ثم استقرار لماذا يحدث استقرار أثناء وجود مجال مغناطيسي خارجي ثابت الشدة لأن الطاقة التي سيأخذها الالكترون هي نفسها ستأخذها النواة ويبقى تعادل وكما قلنا قبل قليل عندما يحدث التغيير في شدة المجال المغناطيسي الخارجي سيحدث على كل الذرة ولكن سيحدث بشكل أسرع على الالكترون ثم يستطيع طرد نفسه لمسافة أكبر وطالما هناك تغيير في شدة المجال الخارجي سيكون الالكترون دائما سباق وهكذا يتشكل تيار من الالكترونات نحن نسميه التيار الكهربائي المستحث بالمجال المغناطيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر